بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد في باب عنون له المؤلف بقوله باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقول الله تعالى فصل لربك وانحر وهذا الباب كما تقدم هو يتحدث فيه المؤلف عن تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله فإنه بعد أن فسر التوحيد قال سوف أذكر أبواب بعد هذا تبين معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ودرج على أنه يذكر أبواب إما أن تبين معنى التوحيد وإما أن تبين معنى الشرك لأن الشرك ضد التوحيد وبضدها تتميز الأشياء فهو إذا بيّن أنواع الشرك عرفنا التوحيد من الشرك وإذا بيّن أنواع التوحيد اتضح الشرك فهو يذكر الأبواب بهذه الكيفية وهنا في هذا الباب ما جاء في الذبح لغير الله ففيه مسائل توحيدية وفيه مسائل شركية وكلاهما يوضح لنا معنى التوحيد فإنه في هذه الآية الكريمة تبين بأن الصلاة لله سبحانه وتعالى وأن الذبح لله تعالى فكما أنه لا يصلى إلا لله فإنه لا يذبح إلا لله وكما أنه لا شريك لله في الصلاة فإنه لا شريك لله في الذبح وهذا واضح من منطوق الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له يعني لا شريك له في كل ما تقدم فليس له شريك في الصلاة وليس له شريك في النسك وليس له شريك في أحكام الحياة وليس له شريك في أحكام الممات فهذه كلها لله رب العالمين ولا يشرك بالله عز وجل في شيء من ذلك ونص على الذبح لأنه من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فكما جاء في الحديث عن الحج أن أعظم ما في الحج العج والثج العج والثج والمراد بالعج هو رفع الصوت بالتلبية والذكر أن تذكر الله عز وجل وأن تلبي وأن تستغفر وأن تتوب فهذا كله دعاء لله عز وجل سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة فدعاء العبادة هو الثناء على الله عز وجل وذكر الله عز وجل ودعاء المسألة هو الطلب من الله عز وجل أن يحقق لك ما تريد وهذا من أعظم ما شرع له الحج فإن الإنسان يتنقل في طوافه وفي سعيه وفي المشاعر المقدسة وهو يلهج بذكر الله عز وجل ويطلب من الله تبارك وتعالى هذا هو العج وأما الثج فهو النحر لله عز وجل أن تتقرب إلى الله عز وجل بالنحائر وبالذبح من بهيمة الأنعام من الإبل والغنم والبقر ولهذا رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه نحر إبلاً كثيرة بلغت مئة لعمم هذه العبادة فنحر مئة من الإبل أهدى مئة من الإبل نحر منها ثلاث وستين من الإبل ووكل على البقية أن تنحر أن تنحر والبقية أكله الحجاج فهذا يدل على عظم الذبح لله تبارك وتعالى ولهذا أطيب اللحوم ما أهل به لله سبحانه وتعالى وما كان عبادة محظة وهذا يتمثل في الهدي والمراد بالهدي ما يهدى إلى مكة ويتمثل في الأضحية وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتركها ويتمثل في العقيقة التي تذبح عند ولادة المولود سواء ذكر أو أنثى فهذه ذبائح عبادة لله عز وجل وفي ذبائح أخرى مما أباحه الله عز وجل كالتي تذبح للحم ولهذا الأضحية مثلاً لو ذبحت قبل صلاة العيد يقال شاتك شات لحم يعني كل مباح لأنك سميت عليها فهي شات لحم ولكن ما هي شات عبادة العبادة بعد صلاة العيد ما هي نسيكة وهذا المراد بالنسك قل إن صلاتي ونسكي فصلاتي تشمل الصلاة المكتوبة وتشمل الدعاء لأنه صلاة والدعاء بنوعين سواء دعاء الذكر ودعاء المسألة وأما النسك فإنه يطلق على العبادة إطلاقاً عاماً يطلق على العبادة ويطلق على الذبائح على الذبيح لله سبحانه وتعالى وكل الإطلاقين فهي لله سبحانه وتعالى إن كانت العبادة فهي لله عز وجل فإن التوحيد وصرف العبادة لله تبارك وتعالى وإخلاصها له وإن كانت الذبائح فهي تقرب لله عز وجل وتعظيم لله عز وجل وهي من أنواع العبادة وقد عرفت الأمم السابقة أن التقرب يكون بالذبائح ولهذا كانوا يتقربون لأصنامهم بالذبائح وقد مر معنا في درس التفسير أن صنم مناه سمي من كثرة ما يمنى عنده من الدم يعني يذبحون عليه عنده دماء كثيرة تنحر فعلم أن من أعظم أنواع التعبد أن تذبح للمعبود وكانوا يذبحون لهذه الأصنام وينحرون عندها وأحيانا لا يأكلونها يتركونها وأحيانا مجرد يذبحونها ثم يأكلون اللحم وهذا هو الذي أهل لغير الله به وهذا طعام خبيث ما أهل لغير الله به فإنه لا يوكل إذا أهل به للأصنام أو أهل به لغير الأصنام مثل أن يهل به للجن فإن بعض الناس يريد أن يتقي الجن أو يتقي شر العين فيهل بالذبيحة لهذا الأمر والاعتماد على ما في القلب لأنه قد ياتي وفي نيته أنه يذبح هذه الذبيحة على البير لدفع شر الجن أو يذبحها على الدار لدفع شر الجن لكنه يقول بسم الله لكن الله يعلم ما في قلبه فإذا علم مقصده فإن هذا الذبيحة لا توكل إذا علم أنه ذبحها لدفع شر العين وإذا علم أنه ذبحها من باب اتقاء شر الجن ونحو ذلك فهذه الذبيحة لا توكل وقال العلماء قام فيها مانعا من عدم أكلها المانع الأول أنها أهل بها لغير الله فإن لم يكن باللسان فهو بالقلب اعتماد القلب المانع الثاني أنها ذبيحة مرتد لأن الإنسان إذا ذبح لغير الله فقد ارتد عن الإسلام وذبيحة المرتد لا توكل ذبيحة المشرك لا توكل بقي ما يذبحه الكفار من أهل الكتاب ويهلون به باسم عيسى أو باسم مريم أو نحو ذلك فهل يوكل أو لا يوكل هل الإذن بأكل ذبائح أهل الكتاب هو عام أم لماذا ذبحوه ولم نعلم أنهم أهلوا به لغير الله فإن أهل الكتاب يذبحون ذبائح للحم ولا يسمون عليها المسيح ولا الصليب ولا مريم ولا أهل ويذبحون ذبائح يتقربون بها إلى الصليب وإلى عيسى وإلى مريم فالذي يظهر والله أعلم أننا إذا كنا لا نعلم ماذا قالوا على الذبيحة فهي مما أبيح لنا فإنهم قد يكونون ذبحوها للحم أما إذا علمنا أنهم ذبحوها للصلم فلا توكل ألبت هذا إذا ذبحوها أما إذا كانت حية يعني لو جاءوا بغنم وقالوا هذه لعيسى أو لمريم ووضعوها في الكنيسة فاستولينا عليها والغنم لم تذبح بعد فهذه لم تذبح إلى الآن فهذه نأخذها فهي لا حكم الكنوز التي تكون على الأصنام فإنك لو وجدت على صنم كنوز هدمت الصنم واستوليت على بلاد الكفار ووجدت عند الصنم كنوز أو وجدت إبل مربوطة أو نحو ذلك فهذه غنيمة للمسلمين لكن لو قد ذبحوها فلا تأخذ اللحم إذا كانوا قد ذبحوا الإبل والغنم عند الصنم فلا تأخذ اللحم فهو مما أهل به لغير الله إذا كانت على قيد الحياة فأنت تذبحها بعد أن تكون غنيمة لك تذبحها باسم الله وهذه الكنوز تنفقها بسبيل الله عز وجل وأما من كان يدعي الإسلام ثم ذبح عند الصنم أو الظريح أو عند الولي فهذا لا توكل ذبيحته للأمرين لأنه أهل بها لغير الله عز وجل ولأنه قد ارتد وذبيحة المرتد حرام فإن من ذبح لغير الله فهو كمن صلى لغير الله وهذا أمر مشاهد مع الأسف عند الذين يقدسون الأولياء ويعظمون الأولياء فإنهم ينذرون بإسمهم حلال إبل يقول لأولاد مثلا هذه الناقة وما تنتجه لسيد العيدروس مثلا هو يقصد بهذا أنها نذر للسيد العيدروس وكلما أنتجت فهم يذبحونه للسيد العيدروس ولبنها يدفعونه للسيد العيدروس فهي أصلا وقف للذبح على هذا الولي ومثل ذلك ما يأخذونه في الموالد مثلا ويذبح عند قبور الأولياء إما عند قبر الجيلاني ولا عند قبر الحسين ولا عند قبر البدوي ولا غيره من القبور كل هذه مما أهل به لغير الله لأن الذبح لا يكون إلا لله والذبح للضيف مثلا لما تذبح للضيف صحيح هذا سبب لكنه من المباحات وأنت تذبحه باسم الله أنت تذبحه باسم الله فلا يقال إنه ذبح لغير الله مع أنك تقول هذه ذبيحة الضيف ذبحتها للضيف لكنك تنسب الشيء إلى سببه فإن سببه أنك ذبحت لإكرام للضيف كما فعل أبونا إبراهيم جاء بعجل حنيذ لأضيافه السبب هو أضيافه لكنه هو هذا مما أباحه الله عز وجل له فكما أنك تأكل طعامك باسم الله وتشرب شرابك باسم الله لحاجتك فإنك تذبح الذبيحة باسم الله وأما الذبايح لله المحظة العبادة فهي كما ذكرت لكم في العقيقة والأضحية والهدي والهدي بعض من الناس يظن أنه لا يهدي إلا حاج والأمر ويقول هذا يذبح في الحرم وبعض من الناس يظن أنه يذبح في الحرم في المسجد وما هو في المسجد الحرم حدود الحرم كما إذا قلنا يذبح في الحرم فالمراد حدود الحرم يعني مثلاً لو ذبحت في ميناء من حدود الحرم لك ما تذبحه في عرفة لأنه ليست من الحرم وذا قلنا لفقراء الحرم فليس المراد أنهم الذين دخلوا في المسجد وإنما المراد من كان في حدود الحرم فهؤلاء هم الذين يعطون ويأكلون من هذه الذبائح ومن الصدقات التي على فقراء الحرم لا شريك له وبذلك أمرت يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى والصلاة له والذبح له وأنا أول المسلمين أول المسلمين من هذه الأمة أول المسلمين من هذه الأمة لأن قبله أنبياء كثر ولهم أتباع فهو أول المسلمين من هذه الأمة يعني أمة محمد الذين آمنوا به بعد بعثته فهو أولهم وأما الحنفاء الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكانوا على التوحيد قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فهم تبع أمة ثانية هم تبع لأمة ثانية هم تبع لإبراهيم عليه السلام على بقايا من دين إبراهيم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي التي آمنت ببعثته وجاء هذا الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأولهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا ولهذا كل رسول فهو أول أمته في التوحيد لأنه هو الذي دعاهم إلى هذا التوحيد وأنا أول المسلمين ومثل هذا فصلي لربك وانحر فإن هذا أمر من الله عز وجل أن يصلي لله وأن ينحر وهذا ليس خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم بل هو أمر لكل أمته فصلي لربك وانحر وهذا هذا الشطأ هذه الآية جاءت بعد قول الله عز وجل إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر فهذا شكر يعني شكر على هذه النعمة العظيمة أن الله أعطاه حوضا في الجنة آنيته عدد نجوم السماء أحلى من العسل وأبيض من اللبن من شرب منه شرب لا يضمأ بعدها فبناء على أن الله عز وجل أنعم به فصلي لربك وانحر وهذا يدل على أن من مسببات العبادة الشكر لله سبحانه وتعالى أن تشكر الله عز وجل بإنعامه عليك وخلقك من العدم وأنه أعطاك هذه الحواس أنك تتعبد له سبحانه وتعالى فلا تصلي إلا له ولا تنحر إلا له ذكر هنا الشارح نص جميل عن شيخ الإسلام رحمه الله قال عند قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر قال أمره الله أن يجمع بين هاتين العبادتين وهم الصلاة والنسك الدالتاني على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن الافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عيدته يعني إلى موعوده عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي والنسك الذبيح لله تعالى ابتغاء وجهي فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله فإنه أتى فيهما يعني بالآء بالفاء الدال على السبب لأن فعل ذلك سبب القيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر وأجل العبادات البدنية الصلاة وأجل العبادات المالية النحر وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها كما عرفه أرباب القلوب الحية وما يجتمع له في النحر إذا قارنه الإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر وهنا ملحظ يعني نرى أن بعض الحجاج يتهرب من موضوع الذبح يتهرب يقول أنا أريد أن أحج هل أحج مفرد ولا متمتع نقول إن أردت أنت حج مفرد أو متمتع أو قارن كل هذه الأنساك الثلاثة دل الدليل على صحتها قال أخبروني عن الذي ما فيه ذبيحة لا يريد أن يذبح وقد تكون حجة الإسلام وقد يكون أول مرة ياتي فهذا أمر عجيب وقد يكون أنفق عشرات الألاف في حجه ويتهرب من الذبح ولا يريد حج فيه ذبح وهذا مشكلة يعني إن كان شح بهذه الذبيحة التي يذبح ولله عز وجل فهذا أمر يعني غير مناسب للحج أن يكون كذلك لا سيم وسمعتم أفضل الحج العج والثج وإن كان بعضهم يظن أن الذبيحة التي يذبح الحاج دلال على نقص حجه وأنها تجبر الحج وهذا ليس صحيح لأن الذي يجبر الحج والذي يكون لارتكاب محظور أو لترك واجب هذا ليس هو الهدي وإنما هذا الفدي الفدي الذي لا يأكل من شيء وإنما كله يعطى للفقراء وأما الهدي فيختلف الهدي هو نسيك وعباد لله عز وجل وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها كثير من الصحابة معه فهذا لا ينبغي أن يتهرب منها الإنسان لا ينبغي أن يتهرب من الحج الذي فيه دبل بل هو من إظهار شعائر الله عز وجل ولهذا رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلد هديه من المدينة وساقه معه ليراه الناس في الطريق ألده وساقه معه ولهذا لما أراد أن يتحلل من عمرته ذكر أنه لو لم يسق الهدي لتحلل من عمرته لكنه ساق الهدي فهذا من إظهار شعائر الله عز وجل الآن الناس قد لا يتسنى لهم أن يسوق الهدي قد لا يتسنى وقد يتسنى أنه يأتي إنسان بإبل ويضعها قريب من ميناء قريب من المججرة ثم يأتي بها قد يتسنى له لكن الناس يبحثون عن السهولة فمن لم يتسنى فإنه يشتري ولذ هذا بعض من الناس أيضا من باب يعني الناس منهم من يفرط فيذهب ويذبح ذبيحة ويتركها يرميها لا يأكل منها ولا يوزعها على الناس يتركها ولا يدري وقد وقد يأتي عمال النظافة ويرمون بها في مكان لا يستفاد منه وهذا ما هو صحيح ولأن الناس يبحثون عن السهولة صار يبحثون عن من يوكلونه من البنوك التي تتوكل وتقول نحن نذبحها لكم فيذهبون ويوكلون لكن من أراد أن يطبق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يذهب ويذبح الذبيحة ويأكل من لحمها ويوزع ولو حصل له تعب ولو كانت أغلى ويقطعا أغلى من التي في البنوك لأن البنوك يأخذون قيمة معقولة يعني ما هي لكن الذي يشتري الذبيحة لكن كل شيء بأجره كل شيء بأجره لا سيمة إذا كان أول مرة يحج وأول مرة يهدي فيعني عليه أن يجتهد في هذا ويطلب العوضة والخلف من الله ولهذا قال قال أنها دلالة على حسن الظن بالله يعني الإنسان لما يستشعر أن الله يخلف عليه هذا فإن هذا من حسن ظنه بالله عز وجل فهو يعني يجد هذا الأمر يسير عليه وليس عسير قال الشارح بعد كلام ابن كيمية وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادات كثيرا فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والقيام والركوع والسجود والاعتدال وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال والإقبال عليه بالقلب وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة وكل هذه الأمور من أنواع العبادات التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله يعني لا تركع إلا لله لا تسجد إلا لله عز وجل كذلك النسك فإنه يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عن قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه هذه الثانية الثالثة لعن الله من آوى محدثا الرابعة لعن الله من غير منار الأرض وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه وقول علي رضي الله عنه بأربع كلمات المراد بالكلمة جملة مفيدة وقد تطلق على الكلام الطويل تقول عندي كلمة في المسجد وتتكلم نصف ساعة وأنت تقول كلمة ولهذا رأينا كل واحدة مما ذكرها هي جملة كاملة مفيدة وبدأها بأعظم شيء وهو من أشرك لله بالذبح لغير الله فقال لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله واللعن كما تعلمون هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل وسواء كان هذا خبر بأن الله سوف يطرده عن رحمته وكان دعاء عليه أن يلعنه الله وأن يطرده عن رحمته فهذا دليل على أن هذه الأشياء المذكورة هي من أكبر الكبائر لأن أي ذنب وقع فيه اللعن فهو من الكبائر أي ذنب وقع فيه اللعن فهو من الكبائر والكبائر يعني شانها خطير أجرنا الله وإياكم من ذلك لأن الشرك من الكبائر الشرك من الكبائر لكنه أكبر الكبائر الشرك والسحر والزنا وأكل مال اليتيم والقذ والتولي يوم الزحف فهذه كلها من الكبائر فكل ذنب جاء فيه لعن فهو من الكبائر فإما أن يكون شرك وإما أن يكون من الكبائر الأخرى فأما الذبح فإنه شرك لأنه قد جاءت أدل أخرى تدل على أنه شرك ولهذا ذكره في المقدمة لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من لعن والديه وهل فيه إنسان يلعن والديه يعني نحن رأينا من يقتل والديه والعياذ بالله الإنسان إذا فتن فإنه قد يقع في ذلك لكن أكثر الموجود أن يلعن الرجل رجلا آخر يسب أباه فهذا ينتقل منه ويسب فهو جر اللعن إلى والديه يعني كان سببا في جر اللعن إلى والديه يلعن رجل آخر ويلعن والديه فيرد عليه بمثل ما صنع فيلعن والديه فكان سبب أو لا كان سبب كان سبب في لعن والديه فهذا من أكبر الكبير أما لو كان صراحا يلعنهم كذا فهذا لا شك أنه أعظم فهذا لا شك أنه أعظم من ذلك لعن الله من آوى محدثا والمحدث المحدث هو من وقع في أمر عظيم فتؤويه عندك وتحميه وتحول بينه وبين إقامة الحدود عليه فهذا ملعون لأنك مضاد لشريعة الله عز وجل إذا عويت سارق وحفظته عندك ومنعته من إقامة الحد عليه بجاهك أو سلطانك أو نحو ذلك فهذه مصيب فإنك يراد قامة الحد عليه وأنت حلت بينه وبين الحد ولهذا لا يتشفع في الحدود إذا بلغت السلطان لا يتشفع فيها البتة وانظروا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة محمد سرقت لقطع محمد يدها لأنه نبي وحاكم إذا جاء الحكم عنده خلاص ما فيه شفع فكل من حال من آوى محدث أو كان شخص صاحب بدعة فتأويه وتحميه فهذا محدث وأنت أويت المحدث وهكذا فكل صاحب حدث فلا يجوز لك أن تحول بينه وبين حكم الله فيه ولا أن ترضى بهذا الحدث فإن من رضي بهذا الحدث فإن يأخذ حكما آواه فإن دافع عنه بلسانه فهو أشد فإنه قد آواه بهذا ومنها الإواء أن تدخله إلى بيتك وأن تخفيه عن إقامة الحد عليه ونحو ذلك وهذا ليتطهر المجتمع من المنكرات وليكون الناس أعوانا على طاعة الله عز وجل وهذا لا يختص بالأفراد بل يشمل الرؤساء والصلاة يعني لو أن سلطان مثلا أو رئيس له غرض في مبتدع فحمل مبتدع أو له غرض في صاحب دم كبير مرتكبه وله هوى فحال بينه وبين إقامة الحد عليه واستخدم سلطانه بذلك فهو يدخل بهذا وأشد لأنه مطلوب من هو أن يقيم حكم الله عز وجل لا أن يأوي المحدث ويدافع عن المحدث ويتبن المحدث فهذا أمر خطير يغفل عنه بعض الناس من لعن والدي لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض والمراد بمنار الأرض فيه ثلاث أقوال قيل أن المراد لعن الله من غير منار الأرض يعني حدود الحرم يعني جاء إلى حدود الحرم فغيرها وحدود الحرم مترتبة عليها أحكام كبيرة جدا وهل ممكن أن يغيرها ممكن إذا كان شخص لا يخشى الله عز وجل لأن أرض الحرم ليست كغيره قد يكون شخص عنده هدف تجاري أو نحو ذلك فيغير المنار يغير حدود الحرم فهذا يدخل في اللعن قطعا لأنه غير منار الأرض وقيل المراد بمنار الأرض هي منار الطريق علامات الطريق التي يسلكها الناس فإنك إذا غيرت هذا المنار فإن الناس يتوهون يضيعون عن الطريق فتكون سبب في إضلالهم عن الطريق إذا كان الطريق له علامات فلا تغير هذه العلامات خاصة العلامات المشهورة التي اعتادها الناس وتوصف للناس وقال الطريق الفلان فيه علم كذا وكذا وكذا فلا يغير منار الطريق لمصلحة المسلمين وقيل إنها حدود الأراضي المملوكة يعني عندك مزرع وجارك له مزرعة فتذهب في الليل وتغير الحد الذي بينك وبينه وتاخذ نصف كيلو والعشرين متر تاخذ من مزرعة لما تصبح تقول لا انت قل طال شوف الحد فين فتح فتقطع من أرضه إلى أرضك وهذه جريمة لا شك في ذلك من ظلم شبر من الأرض طوقه الله من سبع أراضين فهذا من تغيير المنار وفيه مسألة ذانية ذكرها العلماء تدخل في هذا التغيير وهو أن يكون جار أرضك ليس صاحب ملك شخصي وإن منفع للمسلمين يعني سوق سوق مثلا للمسلمين فتغير الحد وتأخذ جزء من المسلمين تأخذ من سوق المسلمين وتدخله في حدودك تأخذ من سوق المسلمين وتدخله في حدودك وتقول هذا منفع عام فأنا أخذ هذا وهذا أشد لأن الذي ينتفع منه ليس واحد بل مسلمون كثر فهذا من تغيير منار الأرض وهذه الأصناف كلها تدخل في باب اللعن والعياذ بالله وباب الكبائر أجارنا الله وإياكم من ذلك بقي هل يجوز أن نلعن الشخص هنا ننظر الحديث لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من آوى محدثا هل إذا رأينا شخص مثلا آوى محدثا نقول أنت ملعون أو نقول لعنك الله أو نقول لعن الله فلانا والسبب أنه غير من نار الأرض هل يجوز أو لا يجوز وهي التي يتكلم العلماء عنها بلعن المعين أن تلعن المعين أو تفسق المعين أو تكفر المعين تقول هذا كافر هذا فاسق هذا ملعون هل يجوز أو لا يجوز تختلف في قضية مسرة الحكم فإن الحاكم لو شهد عنده شاهد على أن فلان فاسق وليس بعدل فهو يقول رددت شهادته لأنه فاسق لأنه شهد عنده عدلان بأنه فاسق فهو يقول رددت شهادته لأنه فاسق فهذا يذكره بحكمه لكن هل أنت يجوز لك أن تقول له يا فاسق يا كافر يا ملعون مثلا قالوا المعين بعد انتفقوا على الصورة الأولى الصورة الأولى وهي أن تلعن بالوصف أيش بالوصف يعني تقول لعن الله من ذبح لغير الله لأن الرسول سلم نص على ذلك لعن الله الواصل والمستوصلة لعن الله آكل الرباء وموكله وكاتبه وشاهدي لعن الله من لعن والدين فاللعن بالوصف جاءت فيه أدلة كثيرة لعن الله لعن الله شارب الخمر مثلا فاللعن بالوصف فيه أدلة كثيرة ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد ونحو ذلك المعين من الناس فهذا يحتاج لا ضوابط في لعنه لأنك إذا لعنته طردته عن رحمة الله عز وجل وأنت ما تدري على أي شيء يموت أنت ما تدري على شيء يموت فكما أنك لا تكفر الشخص حتى تنظر في في أمره هل هو ارتكب المكفر وأن هذا مكفر صريح هل له عذر في ارتكابه هل هو مكره هل هو يجهله هل عنده تأويل ونحو ذلك ولهذا المعين يختلف عن الوصف فالمعين يحتاج لا احتراز ولهذا يعني الحاكم نفسه إذا جاءه شخص وهو يعني قد ارتكب ذنبا فإنه يتأكد هل هو عاقل ولا مجنون يتأكد يتأكد هل هو سكران ولا صاحي يتأكد هل هو يعلم ولا يجهل هل هو يعلم ولا يجهل هذا ولهذا لما سئلت أمة في زمن الصحابة هل زنيتي قلت رحم يعني كأنه شيء عادي عندها لأن جاءت من بلاد بعيدة وما تدري أن الجنة حرام فلما تبين لهم أنها لا تعرف الحكم درأوا عنها الحد لأن الحدود تدرأ بالشبهات الحدود تدرأ بالشبهات أو يكون عنده تأويل في مسألة من المسائل فبالنسبة للمعين من ناحية اللعن والتفسيق والتكفير يحتاج لأن تنظر في موضوع الظوابط الموانع والضوابط ونحو ذلك وهذه غالبا الذي يقيمها هو الحاكم الشرعي الذي سوف ينفذ الحكم بقي بالنسبة للتعامل أنت التعامل معه فإنك تعامل على ظاهرة يعني أنت من تحاكم شرعي سوف تقتل الكافر وإنما تتعامل معه فأنت تتعامل على ظاهره فإن كان ظاهره الإسلام فتتعامل معه على أنه مسلم وإن كان ظاهره الكفر فتتعامل معه على أنه كافر ويبقى أمره إلى الله سبحانه وتعالى في الآخرة هل يتوب هل قامت عليه الحجة أو نحو ذلك فإن التعامل إنما أمرنا بالظاهر في التعامل ولم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس وإنما نتعامل بالظاهر ما الذي ظهر لنا منه ومن أوضح الأدلة في هذا قصة الصحابي الذي كان في إحدى السرايا فقابلوا المشركين فكان أحد المشركين يهد في الصحابة هدا بسيفه ويقتل فيهم قتلا ذريعا فلما تتبعه أحد الصحابة بسيفه ورفع السيف عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول بعد رفع السيف فغلب على ظن الصحابة أنه قال ليسلم من القتل يعني بعد أن جند المجموعة من المسلمين قال هذه الكلمة فقتله فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره الخبر فقال له أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله فقال إنما قال يا رسول يا رسول الله متعوذ من القتل يعني قال تلفظ بالشهادة متعوذ يعني يريد أن يحول بين نفسه وبين القتل فقال ألا شققت عن قلبه إيش دراك أنه قال ظاهره أنه قال كذلك ظاهره أنه قال كذا والرسول أحسن لم يقول أين تفعل بلا إله إلا الله كيف تفعل بلا إله إلا الله لأن هذا هو الظاهر لأن هذا هو الظاهر وهذا الظاهر لم ينخرم لكن إذا انخرم الظاهر اختلف فإن المرتدين في زمن الصحابة كانوا يقول لا إله إلا الله طيب جيب الزكاة قالوا ما علن زكاة حتيب الزكاة منصف عليها في القرآن وفي السنة قالوا ما علن زكاة ولن نسلمها لكم انخرم الظاهر ولا من خرم انخرم الظاهر انخرم الظاهر فصار الظاهر هو عدم الإيمان لأنهم ما آمنوا بالدين كله بأهوائهم آمنوا ببعض أركان الإسلام وبعض لم يؤمنوا به وحاربوا الصحابة على ذلك وهم لم يقلون للصحابة النصوص ما هي صحيحة الآيات ما هي صريحة الأحذير أبدا يعني هواء ركوب للهوى فأرادوا أن يفرقوا بين الصلاة والزكاة وهذا من الإباء من الإباء والاستسلام لله سبحانه وتعالى يعني ما جاءوا بحجة صحيحة تهدم الآيات والأحاديث التي فيها وهؤلاء الصحابة جميعا كلهم يشهدون أنهم من أركان الإسلام وهؤلاء يقولون ما نعطيكم شيء البت فهذا ظاهر ينقض الظاهر الثاني لأن الإسلام والكفر لا اجتمعان يعني إذا جاء الكفر مع الإسلام أفسد الكفر الإسلام فالشاهد فالشاهد أنك تتعامل مع الشخص على ظاهره الذي ظهر منه وقد يكون في الباطن عنده شيء تاويل يرفع عن العقوب الله أعلم به لكن أنت عليك بالظاهر أنت عليك بالظاهر أمرنا أن نتعامل بالظاهر ولا ننقب عن قلوب الناس ولهذا كان بعض الصحابة يعني يشكون في بعض الذين في المدينة بأنهم من أهل النفاق لكن ما لم يصرحوا بذلك ويظهر منهم ظهورا بينا فإنهم عاملوهم على أنهم من أهل الإسلام عاملوهم على أنهم من أهل الإسلام لأنه لم لم يثبت عندهم مكفر صريح واضح يعلنه الشخص ويقول أنا على كذا فإن أهل النفاق يحلفون ما قالوا هذا ويخفون كلامهم ويتلونون إلى غير ذلك من المسائل قد تقولون طيب فمن نزلت فيه آية صريحة من نزلت فيه آية صريحة أنه من أهل النفاق أو الذين عرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأعيانهم وأعطى أسماءهم لحذيفة فإنهم حرب لله ولرسوله منافقون صرحا ولم يقم الرسول صلى الله عليه وسلم القتل عليهم وذلك لأن الحاكم يحتاج أن يحكم ببينة ولهذا هذه مسألة نقشها الفقهاء تحت هل يحكم الحاكم بعلمه ولا ما يحكم بعلمه يعني هو في الطريق ورأى واحد يسرق فقبضت الشرط على السارق وجاءوا به إليه هل يقول تقطع يده لأني رأيته بعيني يسرق أم لا يفعل ذلك لا يفعل ذلك لا يحكم بعلمه لأن هذا الباب لو فتح والقضاء غير معصومين قد يأتي شخص ويقتل الشخص ويقول رأيته يزني رأيته يسرق ولا يسأل عن فعلي وهذا ما يصح ولأن هؤلاء كفرهم جاء بالوحي للرسول صلى الله عليه وسلم فقد يرد في أذهان الناس أنه أراد أن ينتقم منهم فقال جاءني وحي وهو مصدق لا شك في ذلك لكن ما كل الناس يعني يستقر الإمام في قلوبهم ولهذا اعتذر بهذا العذر لما قيل له دعني أضرب عنق أو أقتل قال كيف إلى تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه يعني رجع على أصحابه قال جاءني وحي فبدأ يقتله فهذا القاتل هو يحتاج إلى بينة إما أن يثبت الشخص على ما أعلنه من الكفر وهؤلاء اعتذروا وقالوا إنما كنا نخوض ونلعب والله كذبهم في ذلك لكن هم اعتذروا فلم يثبتوا على ما قالوا من الكفر فبالتالي هو لم يقتلهم لأن ظاهرهم لا جال هو الإسلام ولهذا ولهذا العلماء لما يبحثون مسألة الزنديق الزنديق يختلف عن المنافق الزنديق يختلف عن المنافق فإن المنافق الزنديق يصرح في مجالسه الخاصة بالكفر فإذا أخذ أنكر ما قال أنكر ما قال فهذا يختلف لأنه في مجالسه الخاصة قد قال الكفر وشهدت عليه بينه بالكفر ولهذا إن اعترف وقال نعم أنا قلت ذلك والآن تائب يترك إن اعترف وقال نعم أنا نطقت بالكفر في مجلس الفلاني والآن تائب إلى الله عز وجل هذا يترك وإن أنكر فقال ما حصل وشهدت عليه بينه فإنه لا تقبل له توبة ولا إنكار ويقتل لأنه متستر أصلا بزندقته وهذا الذي يعني يقضرها العلماء فيما يتعلق بالزنديق والزنادق شر في المجتمعات الإسلامية من قديم يعني إذا رأيتم أنه في زمن الخلافة العباسية وصل الأمر بالخليفة إلى أن يجعل ديوان اسمه ديوان الزنادقة ديوان الزنادقة وهو أنهم يجمعون بعض الذين يطعنون في الإسلام أو يروجون الكفر بين الناس فيأتون بهم الديوان هذا مختص بهم حسبة مثل ما تجعل هيئة الأمر المعروفة أنها المنكر إذا عرفت شخص يقع في الزنا فإنها تاتي به إذا عرفت شخص يسرق فإنها تاتي به أعظم من ذلك الذي يفسد عن المسلمين دينهم ويشككهم في دينهم يشككهم في أصول الإسلام يشككهم في ثوابت الإسلام يطعن في دين المسلمين يطعن في أركان الإسلام وبعض من خبثه ودهائه حتى لا يعني يحكم عليه يجعل هذا في روايات ولا كتابات ولا نحو ذلك ومن قراءها عرف أنه يستهزي بأحكام الإسلام أو يطعن في دين الإسلام أو نحو ذلك وهؤلاء قد يؤثرون على أغرار الناس الذين ما رسخ الإيمان في قلوبهم لأن حماية المجتمع الإسلامي من أوجب الواجبات أن تحمي من هذا الصنف ولهذا أدرك الخلفاء الأولون خطر هؤلاء حتى أنهم ذكروا عن بعضهم أنه كان يحتج يسوي مؤلف ويجعل يتكلم عن مناظرة بين مسلم ونصراني فإذا جاء بحجة المسلم جاء بأضعف الحجج وإذا جاء بحجة النصراني جاء بأقوى الحجج حتى يظهر قدام الناس أن حجة النصراني قوية وأن حجة المسلم ضعيفة هذه كيف تفعل بعقول الشباب بعض الناس يتنصر فعلا لما تأتي بالحجة الضعيفة لما تأتي بالحجة ضعيفة ما هي الحجة الشرعية الصحيحة فقالوا عن هذا في ترجمته فكأن ما يريد أن ينبه الكفار إلى ما يظن أنه مثالب الإسلام وليس في الإسلام مثالب دين الله ما فيه مثالب ولا فيه عيب يعني انظروا لحين الذين يطعنون فيما يتعلق بالمرأة ويتعلق بتعدد الزوجات ونحو ذلك وبعض الناس يحاول أن يعتذر كأنه يعتذر هو في أحد يعتذر عن رب العالمي تعتذر عن الله يعني المهم أنت أنك تتأكد أن هذا مما شرعه الله أنت ما عليك الاعتذار والتبرير أن هذا لأنه كذا ولأنه كذا هذا لا يعني كالبتة أنت يكفيك أن تقول هذا ثبت أنه من الله إذا ثبت أنه من الله ما تنظر في طعن طعن البتة إطلاقا طيب وشي الحكمة عرفت أم لم تعرف فإن الله حكيم قطعا ولا يمكن أن يحكم حكم إلا لحكمة سواء عرفت أنت أو لم تعرف فالبحث مع مثل هؤلاء هو أن تبين لهم أن هذا ثبت عن الله بس يكفي هذا إن كان في حكم منصوص عليها فتذكر الحكمة والذي ما يدخل في الإسلام إلا ليعرف الصواب بعض الناس يقول أنا لما يدعو النساء الغربيات ونحو ذلك تقول دينكم طيب لكن المشكلة التعدد المشكلة التعدد أنا فكيف أدخل في دين في تعدد وحنا عندنا مثلا في النصرانية ما بتعدد الرجل والمرأة فقط تبين لها أن هذا دين الله مدام أنه دين الله عز وجل فلا يدوز الانتقاد عليه البتة يعني الإنسان ما هو قبل هذا الدين لأنه بعقله توصل إلى أن فيه مكاسب له ليس هذا المراد أنت قبلت هذا الدين لأنه من الله وقبلت هذا الدين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق أحيانا قد لا تصل أنت إلى الحكمة ولا تفهم الحكمة أحيان بعضهم قد يعبر عن الحكمة خطأ يقول الحكمة من هذا الأمر كذا وغلط ما جاء نص بهذه الحكمة أصلا فيكون هذا تفسيره اعتداء على نصوص أخر فيأتي عند الناس بالتناقب ولهذا حماية المجتمع الإسلامي من شرور هؤلاء الذين يثيرون الشبه والشكوك في أبناء المسلمين من أعظم الواجبات ولا يجوز الدفاع عن هؤلاء فإنهم يدخلون في أهل الإحداث لعن الله من آوى محدثا فإنهم يدخلون في أهل الإحداث فهذا أعظم حدث أعظم حدث أن توهن الدين عند المسلمين أن تضعف دلائله أن تضعف أصوله أن تضعف تطبيقه عند المسلمين بهذه الأساليب الماكرة الملتوية ولهذا رأينا كثيرا من أبناء المسلمين والعياذ بالله ربما حصل عند بعضهم شكوك وإلحاد شكوك وإلحاد من هذه الكتب وهذه الروايات وما يمارسه كثير من المتسترين بالإسلام الذين يخافون من حد السيف يخافون من الحكم عليهم بالردة فيتلونون وهذا كما ذكرت لكم في التريق قديم جدا ولهذا كثير تجدون أن فلان مثلا كان مغموس عليه بالنفاق فلان مشتهر بالزندقة فلان كذا هم الذين يسلكون هذه المسالك وهذا الصنف من الناس في كل مجتمع يعني يوجدون في كل المجتمعات لكن إذا لم يجدوا رادعا فإنهم يكثرون وينشطون لا سيما إذا كانت فيه منابر أو مؤسسات تحتضنهم وتعلشانهم لأن بعض المؤسسات الخبيثة تبحث عن هؤلاء تبحث عن هؤلاء وتعلشانهم بل وقد تغدق عليهم الأموال الكثيرة لأنها لها غرض مشبوهة مؤسسات مشبوهة لها غرض فهذه لا ينبغي أن تروج على المسلمين ولابد أن يكون عندهم غير على دينهم لأن لا يتلاعب به المتلاعبون الذين يطعنون في ثوابته وفي أصوله وهم يدخلون تحت هذا الحديث لعن الله من آوى محدثا ثم ذكر هنا حديث عجيب وهو حديث طالق بن شهاب هذا نوجله إلى الدرس القادم إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت أستغرك وأتبه